بعد أن كانت ممر لعبورها أصبحت البصرة واحدة من أماكن استهلاك المخدرات فباعتراف الأكاديميين والجهات المعنية تضاعفت أعداد المتعاطين خصوصا داخل المدارس والجامعات ظاهرة تحاول الجهات الأمنية تحجيمها حيث احتضنت قاعة المركز الثقافي في جامعة البصرة ندوة حوارية مشتركة لأكاديمية جامعة ومركز التدريب المتقدم في الجنوب وشركة ناقلات النفط العراقية للأسف الشديد جاي اللاحظة أنه بالفترة الأخيرة انتشرت هذه الظاهرة انتشار واسع وبدأت تتغلغل في أروقة الجامعات والمدارس فندوتنا لهذا اليوم تطرح المشاكل والمعالجات وتقوم بتوعية منتسبين في الشركة وبعض منتسبين الجامعة لخطوات هذا الموقف انتشار وقافة المخدرات بشكل مخيف فرض على دوائر الدولة الخدمية والإنتاجية والأمنية تشكيل حلقة مشتركة لتقليل حجم الضرر فلم تعود السجون كافية لاستيعاب أعداد أخرى من المتعاطين والمروجين قوات الأمنية من وزارة الداخلية المختصين بمكافحة ودراسة وتعاطي وانتشار ظاهرة مخدرات في مجتمع العراقي اللي هي دخيلة عن مجتمع العراقي بالفترات الأخيرة للأسف شركة ناقلات النفط الدعم لهذا النشاط بالتنسيق بإمكانياتها المالية بإمكانياتها العلمية بإمكانياتها اللوجستية بالتعاون مع جميع دول الاختصاص في الحد أساونا أن نكون جزء من هذه الحالة الصحية اللي هي معالجة تعاطي المخدرات في المجتمع العراقي وبحسب معلومات أمنية خاصة لقناة التغيير فإن القوات الأمنية في البصرة ألقت القبض على 538 متهم بالتعاطي والترويج بظرف 6 أشهر فقط خلال العام الماضي لقناة التغيير أركان تقي البصرة